السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبنا الأعزاء جامعة الجميع الزكية أهلا بكم في المحاضرة الرابعة محاضرتنا النهاردة من مقرر Product Analysis and Development تحليل المنتجات وتطورها معكم دكتور آية محمد الكود الخاص بالمقرر ENT614 فيما يخص المقرر الخاص بال Product Analysis and Development أو تحليل المنتجات وتطورها انتهينا في المحاضرات السابقة من الجزء الأول من Product Analysis أو تحليل المنتجات وهنكمل النهاردة الجزء الخاص ب Product Analysis Part 2 و New Product Development Part 1 فأهلا بكم في المحاضرة وإن شاء الله نبتدي على طول في المحاضرة السابقة وهي المحاضرة الثالثة من مقرر تحليل المنتجات وتطورها أخذنا الجزء الأول من تحليل المنتج ومن خلاله قدرنا نتعرف على The Definition of the Product and its Characters تحليل تعريف المنتج والخواص الخاصة بالمنتج لو حبينا نراجع مع بعض كده بسيط إيه هي الخواص الخاصة بالمنتج؟ إنه هو يكون وإنه هو يكون وإنه هو يكون وإنه هو كمان يكون صح؟ دي الخواص اللي احنا خدناها فين؟ ليه؟ المنتج طيب بعدها خدنا تعريف أو تعريف تحليل المنتجات خدنا بعدها إيه أهمية إن أنا أحلل المنتج سواء كان منتج موجود وقائم بالفعل في السوق أو منتج جديد أنا لسه هعمل له البرودكت ديفولبمنت بروسس أو عملية تطوير المنتج رقم أربعة خدنا examining the difference between product screening and product analysis إدارنا أخداله إن إحنا نعرف إيه الفرق بين إن أنا أعمل تحليل للمنتج أو إن أنا أعمل فحص فقط للمنتجات وخدنا كمان إيه الفرق بين إن أنا أعمل customer analysis أو تحليل للمستهلكين والproduct analysis اللي هو التوبك الخاص بالمحاضر إيه الفرق بين إن أنا بعمل تحليل للمستهلكين أو شريحة العملاء وإن أنا بعمل تحليل للمنتجات اللي أنا بقدمها في الشركة وآخر حاجة خدنا الفرق بين ladder analysis أو تحليل المعادن اللي موجودة في هذا المنتج وتحليل الproduct analysis أو تحليل المنتج as a cool يعني as a whole أو ككل هل ده بس اللي احنا خدناه خلال المحاضرة السابقة لا خلال المحاضرة السابقة بدأنا ندخل بقى فيه الطرق اللي أنا بستخدمها في تحليل المنتجات طيب نفتكر مع بعض كده خدنا كم طريقة لتحليل المنتجات خدنا الkey g method أو affinity method وخدنا كمان ها نكتب كده مع بعض لو نفتكر خدنا الkey g method كانت أول طريقة أو affinity method كمان خدنا الswat analysis فاكرين الswat analysis وقلنا ان احنا نكمل معاه بي وكمان خدنا وخدنا عشان نحلل العوامل الخارجية وخدنا كمان اخر حاجة كانت ال business model سوري اللي قبل الأخيرة واخر حاجة خالص خدناها كانت الcompetitive product analysis فدول الست طرق اللي أنا بستخدمهم في الproduct analysis وخدنا ليه من اهمهم هي الcompetitive product analysis او تحليل المنتج التنافسي النهاردة بقى هنكمل على الموضوع الخاص بتحليل المنتجات بموضوعين بس ايه هما ازاي نكتب الproduct analysis report ازاي نكتب التقرير الخاص بتحليل المنتج وازاي نذكر مثال هناخد مثال مع بعض بنحلل فيه المنتج وبنشوف ايه العوامل الاساسية اللي أنا لازم حافظ عليها في تحليل المنتج يبقى ثانية احنا رجعنا مع بعض ايه هي تعريف المنتج ورجعنا ايه بتاع المنتج وراجعنا كمان ايه الطرق اللي أنا باستخدمها في الاناليسيز او التحليل وكمان دي اهم من اهم الطرق هي تحليل التنافسي الخاص بالمنتجات اثناء التحليل التنافسي الخاص بالمنتجات اخدنا مع بعض انواع الكمبيتشن وقلنا من انواع الكمبيتشن الديريكت كمبيتشن والإنديريكت كمبيتشن ديها التنافس المباشر والتنافس الغير مباشر واخر حاجة كانت الريبليسمنت كمبيتشن او اللي هو بيعمل ريبليسمنت او استبدال كامل للمنتج في السوق طيب التاني هنكمل ايه مع بعض النهاردة ازاي نكتب البروداكت وهناخد وممكن نطبقه ان شاء الله اثناء المحاضرة التفاعلية ان احنا بالفعل نكتب التقرير الخاص بتحليل المنتج التوبك بتاعنا النهاردة how to write a product analysis report يعني ازاي نقدر نكتب تقرير لتحليل المنتج هنا بيقول لي ان البروداكت اناليسيز ريبورت هو document that describe a product and its features and how it benefit the customer يبقى البروداكت analysis report او التقرير الخاص بتحليل المنتج هو مستند بيبقى موجود طبعا داخل الشركة بيعمل ايه بيعمل full description او وصف كامل لهذا المنتج وخصائص هذا المنتج وكمان ازاي بيقدر يفيد الكاستمر او يقضي على البين او القلم اللي بيحس به الكاستمر اثناء ما هو محتاج حاجة معينة يعني ما بيبقى عنده need احتياج يعني بيبقى عنده pain قلم يعني مثلا انا بنزل الشغل الصبح ما بلاقيش حاجة توصلني الشغل فده بالنسبالي قلم انا كل يوم الصبح بنزل مش بلاقي حاجة توصلني الشغل فلما بتوفر خدمة ان هي توصلني لغاية باب الشغل ده بالنسبالي قضى على البين او المشكلة اللي كانت عندي كمستهلك تمام التقرير كمان التقرير احنا بنحط كل الحاجات اللي احنا عارفينها عن هذا المنتج بس بطريقة منظمة وبيكون سهل ان العاملين في هذا المنتج او العاملين في الشركة ان هم يطلعوا عليه وبيغطي كل الحاجات المهمة الخاصة بهذا المنتج هناخد دلوقتي ازاي يقدر اقسم ايه البرودكت اناليسيز ريبورت او التقرير الخاص بتحليل المنتج number one لازم يكون عندي title page يعني ايه title page الصفحة التي تحتوي على العنوان فبيبقى مهم ان احنا لازم نحط عنوان لهذا الدكومنت او لهذا التقرير والعنوان ده بنكتب فيه بيكون direct way يعني بطريقة واضحة الاسم بتاع المنتج ده يعني مثلا product analysis report for كذا for المنتج الفلاني او الخدمة الفلانية التايتل لازم يتكتب smart smart يعني لازم يكون محدد ما ينفعش ان انا اقول المنتج اللي احنا بننزله الساعة سبعة اللي بيستخدمه العمل بعد اربعين سنة ما ينفعش لا لازم اكون محدد انا محدد المنتج لان احنا من البداية قلنا اصلا عشان يكون عندي منتج سواء كان حاجة physical موجودة او سواء كانت خدمة او سواء كانت حاجة على cyber form او خدمة الكترونية كل الحاجات دي انا لازم ابقى محددها لها name فانا لازم اكتب الكورس اه سوري البرودكت ريبورت او كذا اللي بتقدمه شركة كذا فهمتوني وكمان يكون short يعني محدد وزكي وسمارت ويكون short او قصير تاني item او تاني section او تاني جزء مهم في كتابة التقرير الخاص بتحليل المنتج هو table of content لو بصينا على الصورة اللي على اقصى اللي من عندنا هنلاقي ده مثلا example لproduct analysis report او مثال بنحط فيه العناوين الرئيسية وقدام كل عنوان رئيسي بنحط رقم الصفحة خلاص يبقى section ده بيحتوي على كل different areas and the subsections بتاعت ال report وبيساعدنا او بيساعد اي حد يقرأ ال report ان هو يكون منظم وسهل وسهل وسريع عليه ان هو يروح للجزء اللي هو مهتم به يعني لو انا مسلا مسكة الماركتينج ديبارتمينت اه انا مهتمية جدا ان انا اعرف الماركت ريسورش مهتمية ان انا اعرف التارجت كاستمر مهتمية بقى بحاس السوق مهتمية بالفئة المستهدفة عشان احط الماركتينج بلان بتاعتي او خطة التسويق بتاعتي اه فانا مهم جدا ان انا بسهولة اقدر اوصل للجزء ده او المعلومات دي من التقرير فبقى بالتالي انا سهل جدا ان انا اروح للجزء اللي انا عايزه من ال information عشان ابص عليها سريعا وبساطة وقدامي page number او رقم الصفحة عشان اوصل للمنطقة دي بسهولة وسرعة طيب ايه الايتم التالت executive summary ايه executive summary يعني ملخص بس ملخص يكون مفيد ما ينفعش اعود يعني بتكلم كتير او بعد اقول كلام ملوش معنى لا product ده كزا نزل سنة كزا بيتم استخدامه من عدد كزا من المستخدمين والذي انتجته شركة كزا لو بنبص لأي عقد او اي تقرير لازم بيكون في مقدمة صغيرة عن هذا العقد او عذا التقرير وهي بتعتبر جزء لا يتجزأ طبعا من التقرير او من العقد لانها بتتضمن المعلومات الاساسية الخاصة بالتقرير ده وغالبا غالبا لو انتنا ان احنا بنقول لو احنا اشتغلنا في وظيفة ان احنا نكون product analyst او ان احنا نكون محلل للمنتجات لو انا الوظيفة دي عندي لازم الجزء ده من التقرير لازم يتكتب في الاخر يعني بعد ما بكون خلصت التقرير كله ببدأ اكتب السامري او الملخص الخاص بالريبورت علشان يضم ابرز المعلومات الاساسية اللي بتكون موجودة فين في الريبورت يعني مثلا اهم المعلومات الرئيسية من كل جزء من الريبورت اوكي زي مثلا لو في جزء عن product features او مواصفات المنتج بيتضمن جزء صغير منه الفوائد الماركت او الفورصة اللي موجودة عندنا في السوق كل الحاجات دي السامري يتضمن منها اجزاء صغيرة وغالبا بتكون ايه تاني اهم اهم المعلومات ويفضل انه هو يتكتب فين آخر حاجة بعد ما بنكون خلصنا الريبورت بتاعه ايتم الايتم اللي بنحطه بعد السامري هو يعني الطريقة اللي احنا استخدمناها عشان احنا اتفقنا واحنا الحمد لله درسناها المحاضرة اللي فاتت ايه هي الطرق اللي انا بستخدمها لتحليل المنتجات الكي جي ماسود او وتاني حاجة كانت واللي عملنا منه التاوز ماتريكس وتالت حاجة كانت والبستل والبزنس موديل واخر حاجة كانت الايه الكمباتاتف برودا اناليس انا حطهم لكنهم عشان نفتكرهم يبقى بعد ما كتبنا التايتل بيتش ويبقى الليست اوف كونتنت والسامري بتاعنا ننتبه في الاخر بس يعني انا قصدي سيبنا الصفحة بتاعته بنكتب بقى ايه الطريقة اللي احنا استخدمناها في تحليل هذا المونتج طبعا احنا قلنا المخاضرة اللي فاتت في طرق عديدة لتحليل المنتجات لكن مفيش حاجة اسمها في طريقة بتناسب كل المنتجات لكن انا ببقى عايز ادرس ايه من البروداكت اناليس فبالتالي انا بختار الطريقة المناسبة يبقى احنا هنا بنحط description لكل collected data يعني وصف لكل المعلومات اللي احنا جمعناها اه واللي احنا استخدمناها عشان نحلل هذا المنتج يبقى تاني احنا بنعمل ايه هنا في الsection ده بنحدد الطرق اللي احنا استخدمناها في البروداكت اناليسيز طرق اللي احنا استخدمناها واحنا خدنا منهم ست طرق زي ما مذكور هنا هم للتفسكرة والجزء ده بنكتب في description لكل collected data data وازاي بنستخدمها عشان اعمل تحليل للمنتج بنكمل بعد كده بالproduct overview and description يعني الsection ده should provide detailed description of the product من اول features المواصفات الفوايد benefits واهم اهم نقطة واحنا قلنا عليها في المحاضرة السابقة unique selling point ايه اللي بيميزني عن غيري من المنافسين او عن غيري من الproducts اللي موجودة في السوق او العميل يقدر يستبدلني بايه ممكن يستخدم ايه بدالي فبالتالي لازم يكون عندي unique selling point انا دي اللي باعتمد عليه في product overview and description بيكون عندي توضيح detailed description يعني وصف تفصيلي للمنتج يحتوي على كل features او المواصفات بتاعته الفوايد اللي بيقدمها ويه unique selling point او نقطة التميز الخاصة بهذا المنتج كمان لازم يoutline how the product fits into the larger market length scale يعني ازاي الproduct بتاعي ده يوضح ان ازاي الproduct بتاعي مناسب ان هو يتوسع في السوق مناسب ان في واحد ما كانش بيستخدمني بس ما عرف عني وعن فوادي هيبدأ يستخدمني في واحد ما كانش عارف ان انا الproduct بتاعي ده يقدر يعمل ويعمل 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 وكانش النهاردة بيستخدم هذا المنتج بكرة يبدأ يستخدم هذا المنتج تاني حاجة how the product meets customer need ازاي المنتج بيلبي احتياجات العملاء ازاي المنتج بيلبي احتياجات العملاء السكشن ده لازم يتكتب ازاي الproduct بيلبي احتياجات العملاء من وجهة نظر العملاء بمعنى يعني لما انا بقول عن ان انا بسحى الصبح وبنزل وما بلاقيش حاجة توصلني الشغل فلو انا شركة العربيات هقول ان انا بوفر خدمة الخدمة دي بتنقل المستهلك من مكان لمكان لكن لو انا من وجهة نظري انا لا الخدمة دي بتقضيني على بين رهيب ان انا ما وصلش الشغل متأخر وبكون مواصل شكلي كويس لان انا راكب وصيلة وصلتني بطريقة كويسة فهنا انا بينت المميزات اكتر بتاعة المنتج طول ما انا بتكلم من وجهة نظر مين من وجهة نظر العميل يعني انا بقول انا وصلت وانا مش متبهدلة ولبسة كويس وما تبهدلتش في المواصلات والكلام ده يبقى انا كده قلت وجهة نظر يبقى الوسيلة المواصلات اللي انا موفرها للعميل هي مش بس وسيلة مواصلات لا هي وسيلة مواصلات امنة وسيلة مواصلات بتوصله مظهر جيد. بتكون موجودة في التايم. ما بتخلهوش يتأخر عن شغله. فبدأت تظهر او مميزات. ها? ما كانتش موجودة. ساعة لو انا بتكلم بايه? بتون بتاع الشركة. انا بوفر وسيلة مواصلات. بتوصلك من مكان لمكان. لأ. هنا لما بتسمع بقى الكاستمر بيقول لك بقى ايه? المميزات اللي احنا ممكن نكون مش شايفين. يبقى بتتضمن ديسكريبشن او وصف للتارجت يوزر. التارجت يوزر بتاع الناس اللي بتصحب قدري وعايزة توصل للشغل في معدها. وبيديني عن احتياجات الناس دي. احتياجات الناس دي ان هي توصل كويسة آمنة. توصل في الوقت. آآ مش متبهدلين. عايزين يوصلوا آآ باستخدام وسيلة مريحة. ما تكونش فيها كزا. كل الحاجات دي بتساعدني ان انا احط فيتشورز جديدة او خصائص جديدة او مميزات جديدة للمنتج عشان مين عايزها? عشان الكاستمر عايزها. عشان الابي احتياج المستهلك. من الايتمز الاساسية جدا واللي لازم تكون موجودة في البرودكت اناليسيز ريبورت هي البرايسينج والأفيلابلاتي. الافيلابلاتي اند برايسينج. يعني ايه? يعني التسعير الخاص بهذا المنتج والتوفر والتوفر الخاص به. هل المنتج متوفر ولا مش متوفر? طيب نفهم الكلام ده ازاي? ده او الجزء ده من التقرير لازم يتوي على معلومات عن البرودكت برايس. يبقى السعر الخاص بهذا المنتج. يعني معناه ايه الكلام ده? لازم نحدد الاستيميتد برايس. يعني السعر المقدر لهذا المنتج. وبنحطها استيميتد برايس رينج. يعني ايه استيميتد برايس رينج? يعني انا مش بحط ان الساق يعني مثلا ما ينفعش اقول المنتج ده يتكلفته سوري البرايس بتاعه احنا مش بنكلم في الكوست. احنا بنكلم في البرايس او السعر. السعر بتاعه خمسة دولار او فايف دولارز. اوكي يعني ازاي انت عملتيها? صعب. لازم نحط ايه? استيميتد برايس رينج. يعني لو المنتج ده بيتباع فروم فايف تو تين دولار. انا كده تمام. لكن لو اتباع اقل من فايف دولارز انا هخسر. ولو اتباع اكتر من عشرة دولار الكاستمر مش هيشتري. او المشتري مش هيدفع فلوس عشان يشتري. يعني انا افطرد مسلا عايز ابيع الم 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 الم. انا بقول ان الكاستمر يقدر يدفع في الالم ده من خمسة لعشرة دولار. لكن ما يقداش يدفع اكتر من كده. لان في اصلا اقلام بنفس الجودة اه وارخص. طب هو ليه هيدفع عندي? يبقى انا لازم احط ايه? استيميتد برايس. رينج اوف دا برودكت. والبست سويتد برايس. واكتر سعر يعتبر مناسب. ده منين من حاجتين. الحاجة الاول انا يكلفني كام? او انا اقدر احاد ربح منين? والحاجة التانية قدرة المشتري او الكاستمر على الشراء. ما ينفعش حط منتج انا قريدي الكاستمر اللي انا مستهدفه مش هيقدر يدفع فلوسه. خلاص يبقى مش هيشتريه. او فيه منتجات بديلة بتحقق له نفس الغرض بس في فلوس اقل وهو برضو مش هيشتريه. اوكي? طيب. الحاجة التانية لازم برضو في الجزء ده نقول عن بمعنى انا دلوقتي اقدر اصنع المنتج ده بنسبة اد ايه? او خط الانتاج يقدر يطلع اد ايه? بنلاحظ الحكاية دي جامد جدا جدا في الناس اللي بتشتغل مسلا اه في المصنعات اليدوية او الهاند ميت بروديكس. اه طبعا هي غالية وكل حاجة بس انا ما اقدرش اعمل يعني مثلا لو نفترض فيه سيدة بتقوم باعمال الهاند ميت بروديكس بتعمل مسلا اه شال او بتعمل لبس او حاجة بس هي ما تقدرش تعمل غير قطعة واحدة في اليوم. فايه الفكرة في ان هي تتعاقد على خمسين قطعة وهي اصلا مش هتقدر تطلع من الشركة عندها غير قطعة واحدة في اليوم. يبقى هي كده ايه? لازم تقول ان المنتج ده هيبقى افلابل للناس امتى? لان لو هو مش افلابل الناس ما هتروح تشتري غيره. دي حاجة. الحاجة التانية ما فيه يعني الناس مش هتنتظر كتير. وانا لو حتى آآ رايحة المنتج انا عارف ان هو هاند ميت وعارف ان هو بياخد وقت في تصميعه اكشولي انا 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 مثلا هتقول لي انا هسلمك بعد اسبوع. انا بعد اسبوع متوقع ان انا استلم هذا المنتج. لو انا ما استلمتش هذا المنتج انا ليه حق ان انا مدفعش تمن وخلاص. مش عايزاه. تمام? فكمان الجزء ده او ده من البرودكت بنحط فيه اي اي عروض احنا عايزين نعملها او اي او اي خصومات احنا عايزين نعملها او احنا بلان احنا منخططين ان احنا نعمله. ليه بقى مهم الكلام ده? الكلام اللي هو والبرايسينج والافيلابريتي او التسعير وتوفر المنتج من اهم من اهم الحاجات اللي ممكن اه تكون السبب في فشل المنتج. ليه? لو بصينا كده مع بعض على الدياجرام ده هو او اه ازاي انا بقدر احقق ربحية من هذا المنتج. بص كده مع بعض. اولا اول حاجة المنتج في البداية ما عندي بيبقى ايديا. بيبقى فكرة. طبعا الفكرة آآ بيبقى الفاليو بروبوزيشن شايفين كبيرة ازاي? بمعنى ايه? انا عندي فكرة ان هي هتحل مشاكلك ان هي توصلك من تحت البيت لغاية الشغل. فطبعا ميزة كل الميزات بقى اللي احنا قلناها. الامان وانها توصلني وانا لابس كويس وانا ما تبهدلش وانا انا اوصل في الموعد وما تأخرش. شايفين مميزات 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 كتير جدا جدا جدا. هنبدأ بقى ايه? لا نتكبر الدنيا كده شوية. لا ما انا عشان تتحول من فكرة البرودكت. انا محتاج عربيات. محتاج سوائين. محتاج حاجات كتير قوي. محتاج طريقة ان ان تتواصل مع السواء. محتاج ان السواء يكون لابس يونيفورم ونضيف. محتاج حاجات كتير. محتاج جي بي اس مثلا. علشان السواء يوصلك في مكانك في الموعد بدون ما يتأخر عليك وهكذا. فخدوا بالكو. انا دلوقتي الربحية بتاعتي عندي بتقل البرودكت دلوقتي. بقيت فيه المنافع بس. بس من المنتج ازاتون. لأ اصنا انا محب بركب العربية اشوف الدرايفر او السائق لابس بطريقة اه منظمة وشيك. انا عايزة العربية تكون كزا. كل ده بيستهلك من الفلوس اللي احنا بندفعها. من ال او نسبتك في الربحة. طيب. ده انا بس مش لا ده انا عندي كمان ايه بزنس لاين. يعني ايه بزنس لاين. انا مش محتاج عربية واحدة. ده انا محتاج تلات اربع عربيات. انا مش محتاج درايفر واحد. انا محتاج تلات اربع درايفر. انا محتاج واحد ينظم التواصل مع او مع السوائين. فشايفين الدنيا عندي ايه? بتكبر. مصاري في بتزيد. الدرايفر عايز مرتب. العربية عايزة بنزين. عايزة صيانة. عايزة الراجل او اللي هيوصل الاتنين ببعض. محتاج فلوس. فيه تكنولوجيا معينة انا باستخدمها باصرف فيها فلوس. شوفوا الدنيا بتقل? هنا بتقل? ومصاريف هنا بتزيد. فبقى عندي ايه? بس افتر ايه? لأ انا انا اديت مرتب لفلان. وديت مرتب للسائق. وديت دفعت الصيانة للعربية. واشتريت عربية جديدة. والاوبريتور او الشخص اللي بينظم دفعت المرتب. بشوفوا ربحي بدأ ايه? يقل. لا ده انا مش عندي بقى بزنس لاين كمان ده انا عندي شركة. فالشركة عليها التزامات زي مسلا انها تدفع درايب. زي مسلا ان فيه اضاءة انا بدفعها. زي فيه مقر للشركة انا بدفع ايجاره. زي فيه حاجات كتير قوي. فيه تكنولوجيا انا مستخدمها بدفع لها. او براءة الاختراع بتاعها او براءة استخدامها يعني. فطب كل ده انا بدفعه. فمصاريف الشركة بتزيد. كل ما مصاريف الشركة بتزيد البروفيت بتاعنا او الربح بتاعنا بيقل. فلازم نوازن بين ايه? اه صح انا عايز حقق بروفيت وعايز مخصوش العميل. بس في نفس الوقت انا لازم حافظ ان انا عندي مصاريف اخرى انا بصرفها. يبقى ما هواش حاجة سهلة. مش معنى ان انا كلفت المنتج ده فايف دولرز. يبقى انا يبيعه باي سيكس دولرز مثلا. او بستة دولار. لا ما هو الدولار الزيادة ده مش هيغطي المصاريف الرهيبة اللي بتكلفها لنا مين الشركة. فعشان كده البرايسينج مهم جدا. والنقطة التانية اللي بتحقق ساتسفاكشن او رضا للعميل هي وكمان صدق لهذا البراند او العزيل علامة التجارية. ما ينفعش انت تقول له المنتج هيتوفر بعد اسبوع وبعد اسبوع ما يتوفرش. يبقى بالتالي في مشكلة عندنا فين في الشركة. هو بس البرودكت بتاعنا بيتضمن كل اللي فات بس? لا. بيضاف عليهم كمان الماركتينج استراتيجيز او استراتيجيات التسويق. في استراتيجيات التسويق الجزء ده من الريبورت لازم بيحددلي الديفراند برودكت ماركتينج استراتيجيز ايه الاستراتيجيات اللي انت عايزها في التسويق علشان آآ توصل بالمنتج بتاعي. او علشان آآ تو ماركت او علشان ان انت تسوق هذا المنتج. فلازم يبقى في الجزء ده يبقى عندي ديسكريبشن او وصف للتارجت كاستمر بتاعي او آآ الكاستمر برسونا مين هم المستهدفين عندنا. مين هم الكاستمر اللي هم هيشتروا هذا المنتج. وكمان معلومات عن ازاي البرودكت هيوصل لهم. هل مثلا الناس دي متابعين للفيسبوك مثلا فان هنزل الاعلانات على الفيسبوك. هل الناس دي معاهم سمارتفون اصلا ولا مش معاهم سمارتفون بقدروا استخدموه. يعني ما ينفعش واحد مثلا في مناجم وما بيستخدمش. ما عندوش انترنت وما بيستخدمش السمارتفون اصلا. وانا اعمل برودكت للناس اللي في المناجم اللي بيستخدموا في المنجم. واعمل اعلان على الفيسبوك. طب ما هم اصلا مش بدخلوا على الفيسبوك هيشوفوك ازاي. فلازم نحدد يبقى تاني ده بيحتوي على ايه? بيحتوي على وصف للتارجت كاستمر او التارجت ماركت بتاعنا اللي هم الكاستمر برسونا. ده الكاستمر برسونا ان شاء الله هناخدها بالتفصيل في المخاضرات الجاي. وازاي نحدد الكاستمر برسونا بتاعتنا. وكمان معلومات عن ازاي وصل المنتج ليهم. ايه هي اللي انا هستخدمها عشان اوصل لهم. الجزء ده بيحتوي كمان على عن المبيعات والديستريبيوشن او القنوات الخاصة بالتوزيع. علشان يشرح لي ازاي البرودكت ده هيتباع هل مسلا هيتباع اونلاين بس? ولا هيتباع اوفلاين? وهيوصل للناس ازاي? هل مسلا بيوصل للريتيل شوبس او مناطق تجزئة? ومنها بيستلموا هذا المنتج? وازاي بيوصل لمين? ليه الكاستمر. ففي الماركتنج استراتيجي لو بصينا كده ازاي لو بصينا الدياجرام ده ازاي بنبني الماركتنج استراتيجي او بنبني استراتيجية التسويق الخاصة بالمنتج? في البداية لازم بيكون فاهم جيد جيد للمستهلكين. بعدها بنعمل تحليل للسوق. مستهلكين دول موجودين فين? بيستخدموا ايه? ما بيستخدموش ايه? بيروحهم هسلا الشغل يومين الصبح ما بيروحوش. الخميسة الجمعة عندهم اجازة. لا الجمعة والسبت عندهم اجازة وهكذا. بعدين بحلل مين? المنافسين. ودي قلناها ان هم منافسين مباشرين والمنافسين غير مباشرين. وكمان ابقى خايف من ايه? ايه? او اللي ممكن يستبددني خالص. وبعدين بعمل الماركتنج ريسيرش بتاعي. ده بقى الهومورك بتاعي. انا بيتابعوها ازاي يقدر اوصل لهم بسهولة. منها بقدر احدد حاجة اسمها الماركتنج ميكس. وده ان شاء الله هناخده في المحاضرة الخاصة بالماركتنج. هناخد فيها الماركتنج ميكس بالتفصيل. وانس ان انت حددته بنعمل بقى ايه? او تحليل مالي لستراتيجية التسويق. عشان اشوف انا هعملها ازاي? وفي الاخر بنعمل ايه تاني? بنعمل ريفيو اند ريفايز. يعني على طول بنرجع. لا ده 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 خواص العمل هتغيرت. لا ده مثلا البيهيفيور بتاعهم. مثلا خدرتهم الشرائية تغيرت. مثلا حصل ازمة اقتصادية وما عادوش قادرين يشتروا هذا المنتج. يبقى انا لازم اقول زي ما انتم شايفينها كده ايه? سيرك الراحة جاية. ماينفعش اقف. ده انا براجع كل شوية وبعدل. اعدل في الجزء ده. واعدل في الجزء ده. واعدل في الجزء ده. وعدل في الجزء ايه? بتكون ايه? على طول دايناميك. ايه? على طول متغيرة. وده بنشوفه طبعا في كل الكوربرتس كبيرة او الشركات الكبيرة. على طول على طول على طول بيغيروا في المنتجات وبينزلوا ماركتنج جديدة 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 في استراتيجيات التسويق بتاعته. دي بقى من الحكة اللي بتكون شوية في كتابة التقرير او في كتابة الريبورت. انه بيكون عندي بقى ايه? يعني ازاي بيبقى فيه تطبيق ناجح لهذا المنتج. السكشن ده بنحط فيه امثلة لاستخدامات الناس لهذا المنتج. فمن الامثلة دي سواء كانت مثلا امثلة قديمة هم استخدموا المنتج ولقوا فيه مراحزات او ان هو عجبهم فابدوا اعجبهم بهذا المنتج او حتى اثناء اختبارنا للمنتج. لان هو البرودكت اناليسيس مش بنعمله بس للمنتجات الموجودة. طب انا عندي منتج جديد وعايز انزل بيه السوق. ما احنا بنعمل حاجة اسمها بروتكت تيستنج وبنعمل حاجة اسمها بروتكت آآ بروتوطايب او نموذج اولي. وبنعمل حاجة اسمها منيما فيبيل بروتكت او نموذج اولي فعال. وبننزل نعمل بيه تيست للماركت. فاسناء ما انا بعمل تيست للماركت. هات فيه كان فيه بعض الامثلة لاستخدامات الناس لهذا المنتج. وقفدوا مثلا اعجاب او ملاحظات او كده. ففي الجزء ده احنا ممكن نحط مثلا كيس ستادي اللي هو دراسة حالة. او ممكن نحط يعني بعد اراء العملاء. او اي حاجة من السوشيال بروف يعني مثلا ايه سوشيال بروف? يعني مثلا الناس بتعجب لما بننزل اه بيه اه اعلان مثلا او لما ننزل بعرض. فالناس بتكتبونا ماشي انا موافق وعايز اخد العرض ده او انا جربت المنتج والحقيقة المنتج متاعكم كان جميل قوي. فالحاجات دي ممكن ناخدها زي مثلا الكامنس اللي بتبقى اه تحت البوست مثلا على الفيسبوك او على لينكد انا او على التويتر او حاجة انه هم اه بي يعني ايه بي بيحبزوا للاخرين استخدام هذا المنتج. يبقى الجزء اللي هم نتكلم فيه اللي هم نضيفه فيه التقرير ازاي نحط او تطبيق ناجح لايه لاستخدام الناس لهذا المنتج. من احد الحاجات اللي بتبقى مهمة جدا في البرودكت اناليسيز ريبورت ان هو ازاي نعمل الجزء ده. والجزء ده اه يعني من السهولة بمكان اللي احنا نعمله لو عاملنا كومباتاتف برودكت اناليسيز. لو احنا عاملين الطريقة اللي احنا مستخدمين فيه تحليل المنتج هي الكمباتاتف برودكت اناليسيز. اه في الجزء ده احنا بنعمل ايه? بنذكر يعني اه المنتجات الاخرى اللي عرضانها المنافسين وازاي احنا احنا ايه مقارنة بيهم? فالسكشن ده لازم يدينا او وصف تفصيلي للمنافسة وهو البرودكتز كومبير تو يورز يعني ازاي البرودكتز التانية بت مقارنة تنبيه. فلازم اه ابقى فير جدا ابقى يعني اه صريح جدا فيه عرض الفيتشرز بتاعة الخاصة بمنتجي او الخصائص الخاصة بمنتجي وازاي الكمبيتورز مثلا بينزلوا افرز احسن مني يعني مش لازم طول الوقت ان انا اكون افضل او انا بيتر عنهم. لأ احيانا ممكن اكون فبالتالي هي بتديني كده ان انا اقل من الكمبيتور في الجزء ده. فده محتاج تعديل عندي. يعني لو بصينا مسلا طريقة لكتابة اللي احنا الكمبيتور اناليسز ان احنا بنكتبه ازاي? احنا بنحط الخصائص الخاصة بنا احنا احنا هون. خلاص? فمسلا بنحط كزا خاصية زي البرايس زي استخدام الناس زي الناس بتحبنا اكتر ولا هما زي البرودكت كواليتي بتاعت البرودكت مثلا كزا حاجة بنحطها ونبدأ نشوف الكمبيتور الاولاني ها تقييمه ايه مقارنة تنبينا? احنا مسلا هنا تسعة وهو واحد. طب الكمبيتور التاني لا تلاتة. لا الكمبيتور التالت خمسة. وهكزا. فبنقدر نقدر نعرف ايه النقاط اللي انا يعني مسلا بصوا لبرايس. هتلاو البرايس عندي انا مسلا عالي هو عنده تلاتة. وهو فيه فيه ناس بتقدم برايس احسن مني. نفس الكلام هنا فيه البلايس. هتلاقوا الكمبيتور اولاني البلايس بتاعته احسن هو وصل لسبعة. اه فيه مسلا البروموشن الكمبيتور التاني بيعمل البروموشنز اعلى بكتير بكتير عني. وهكزا. في الروبيتشن او السمعة الكمبيتور الاولاني بحق سمعة كبيرة. وهكزا. فبقدر ان انا اقارن نفسي الكمبيتور الآخرين. هل طريقة الجدول هي الطريقة الوحيدة اللي انا اقدر اعمل بيها الكمبيتور اناليسز؟ لا. فيه طريقة تانية ان انا اختار عاملين اتنين بس. وده في حالة لما يكون المنتج اللي انا بعمله الكمبيتور ليه كتير قوي قوي قوي. او المنافسين ليه كتير. كتير جدا. فمش هادر احصيهم كلهم في جدول. فمثلا انا هختار ايه اللي عاملين اللي انا هاخدهم هنا زي ما هنشوف في الدياجرام. هختار الكواليتي واختار الايه الكوست. فهنا هعمل زي مثلا ايه آآ آآ عمودين متعمدين على بعض او خطين متعمدين على بعض. هختار الكوست مثلا في الخط العرضي واختار الكواليتي في الخط الطولي. فهحط هنا الهاي كواليتي فوق واللو كواليتي تحت. وهحط برضو كزلك على الشمال والهاي كوست على اليمين. واقدر احط هنا بقى آآ بطريقة آآ يعني تعتبر شوية او طريقة تقديرية شوية. آآ انا باعتبر مسلا الكومبيتور فلاني بيقدم ايه? هل بيقدم هاي كواليتي ولو كوست? فحطه في الجزء ده. لا بيقدم لو كوست ولو كواليتي احطه في المربع ده. لا بيقدم لو كواليتي وهاي كوست. هحطه في المربع ده. طيب بيقدم هاي كواليتي وهاي كوست. لا احطه في المربع ده. وايه بقدر احكم انا فين? يعني زي ما انتوا شايفين كده انا حطيت نفس ايه هنا مثلا. فبدأ يقول لأ ده انا عايز اتغير واوصل لده. ايه بقى ان انا وصل لده? ان هو كده بيعلي الكواليتي وفي نفس الوقت بيتجه اكتر ان هو يقلل ايه الكوست. بس هو ما مشيش يعني من الهاي كوست اوي. بس انا الى حد ما بقيت اقل في الكوست عن السابق. يا بقى انا كده حصل ايه? تحسين في المنتج بتاعي. يبقى انا كنت هنا بس انا برغب ان انا اوصل لده. عن طريق ايه? اعلي الكواليتي واقلل لو شفته هتلاقينا مشينا كده. فاحنا ايه قللنا الكوست. ومشينا كده. فاحنا علينا لايه الكواليتي? يبقى احنا علينا الكواليتي وقللنا الكوست. في الجزء ده يفضل ان الاسوات انال multiplying نضيف المعلومات بتاعته في الدياجرام ده. ليه؟ لانه هيبينلي كويس انا فين وفي نفس الوقت عايز اروح فين ما انا دلوقتي عندي ايه؟ مناطق القوة بتاعتي ازاي اقدر استغلها ان انا اطلع وعلي من المنتج بتاعي اخر اجزاء بقى included في الـ Product Analysis Report هي ايه؟ هي الـ Recommendations او التوصيات واخر حاجة الـ Conclusion او الملخص في التوصيات لازم ندي Provide recommendation of how to improve the product هو احنا مش عملنا الـ Report او التقرير عشان نقول هو ده الـ Report وخلصت انا خلصت اللي عليه لا اما هو انا اثناء ملاحظاتي انا وصلت الـ A وصلت ان انا عايز احسن المنتج في ايه؟ ايه اللي ممكن يحسن الـ Positioning بتاع الـ Product بتاعتي؟ ايه التغيرات اللي انا المفروض اعملها في المنتج ده؟ فلازم يحتوي على recommendations او توصيات لكافة التغيرات وكذلك المقترحات او suggestions to how to Peter market and sell it يعني بش بس مجرد تغيير للـ Features او الخصائص هذا المنتج ولكن ايضا تغيير في طرق التسويق والبيع الخاصة بهذا المنتج بمعنى انا اثناء الـ Report رقيت الناس بتعاني ان هي توصل لغاية محلات التجزيع او تاخد المنتج فانا اقترح ان احنا يبقى عندنا خدمة الـ Delivery وينوصل هذا المنتج للناس في بيوتها يبقى انا كده ايه؟ ادي ترق من طريق التوصيل المنتج للناس بس انا قدمت مقترحات لادارة الشركة او الادارة العليا بان افتر ما تخلصوا الـ Report ده كله يا جماعة المفروض نعمل الملاحظات التالية او المقترحات التالية طبعا احنا بندرسها من كافة الجهات ما ينفعش ان انا اقدم مقترح انا اصلا ما اقدرش هدفع تمنه او ما عنديش الفريق اللي يقدر ينفذ المقترح ده خلاص فبنعمل ايه في الـ Report ده؟ لازم نحدد اي مناطق محتاجة تحسين ونوفر حلول للمشاكل اللي بتواجه هذا المنتج اخر سيكشن بقى هو الـ Conclusion او الملخص في الـ Conclusion ده طبعا هو زي السامري اللي في الاول لا مختلف ليه؟ لان الـ Conclusion بيحتوي على صح سامري لكل المعلومات المهمة والحاجات اللي احنا يعني ايه عايزين نركز نظرنا عليها او انها مشكلات وعايزين نحلها اكيد طبعا بس برضو ويه الملاحظات اللي احنا عايزين نحسن بيها المنتج طب مختلف عنه بايه؟ لان هنا بقى بيحتوي على معلومات اللي احنا تعلمناها خلاص من تحليل هذا المنتج وازاي نعمله عشان نحسن فين في الفيوتشر يبقى الـ Conclusion ما بتبقاش بس Conclusion كده انا بس جمعت المعلومات وخلاص رفو علي لا ده انا كمان بحط ايه اللي المفروض او او اتجاهات او تغيرات في في Life Cycle بتاعت هذا المنتج بعد ما اخدنا بعد ما اخدنا كل المعلومات الخاصة دلوقتي بالـ Product Analysis Report عايزين بقى نطبق ايه رأيكم ناخد example لـ Product Analysis Report هنعمله مع بعض ان شاء الله نستعرضه برضو اثناء الحلقة الايه نقاشة دلوقتي انت Product Analyst بتشتغل في شركة والشركة دي هتنتج New Health and Fitness Tracker زي الساعات الـ Smart Watch اللي احنا بنلبسها بس هتكون علشان تعرفني كل المشاكل الخاصة بيء الصحة وان انا يعيش بطريقة صحية زي مثلا مشيت كم خطوة لعبت الرياضة ولا ملعبتش لازم اقوم اتحرك وهكذا ودي هننزلها بقى السوق جديد طيب التاسك بتاعي ايه عشان ابقى عارف انا هعمل ايه التاسك بتاعك ان انت تدينا ريبرت تفصيلي عن المنتج ده طبعا بما يحتوي بقى على مناطق القوة ومناطق الضعف بتاعته مناطق القوة سوري مناطق القوة ومناطق الضعف ومش بس كده لأ لانت لازم كمان تعمل لنا مقارنة مع المنتجات الاخرى اللي موجودة في السوق اللي بتقوم بنفس الغرض طيب علشان بقى اعمل لازم احتاج ايه ميسوت اوكي فهنشوف كده مع بعض هنبتدي ازاي نعمل احنا بقى ايه لمنتج جديد نازل السوق عبارة عن الشركة بتاعتي هتنزله السوق وانا البرودكت اناليست المسؤول عن هذه الوظيفة نومبر وان انا محتاج ايه يا جماعة انا محتاج داتا كوليكشن انا محتاج اجمع داتا او اجمع اه معلومات اجمعها منين اي اول لاي ان انت تعمل ايه داتا كوليكشن يس ان انت تعمل داتا كوليكشن طيب اه في الهيلس اند فيتنس تراكر اجزامبل اللي احنا واخدينه انا محتاج ان انا اجمع داتا عن البرودكت اتسلف طيب اجمع الدي ازاي عن طريق السيرفيز اللي هي ايه سيرفي استبيانات واستطلاعات الرأي رقم اتنين يعني انزل مثلا في المكان اللي فيه مثلا جم الناس بتستخدم الحاجات دي اه او الاماكن اللي عنده مثلا دكاترة التغذية او دكاترة الفيتنس او الناس اللي بتشغل بالفيتنس او الجم او الحاجات دي ممكن كمان فوكس جروب اعمل فوكس جروب دي ازاي الفوكس جروب هي بتبقى كل الستيك هولدرز اللي موجودين في الصفنوعة دي يعني مثلا اجيب اتنين تلاتة اصحاب اصحاب جم الكبار في البلد اجيب اتنين تلاتة من دكاترة التغذية اجيب اتنين تلاتة مثلا من العملاء اللي مشهورين انهم بيستخدموا الهيلس اند فاتنس تریکرز اجيب شوية برضو من اصحاب المحلات الخاصة بالتغذية او اللي بتبيع هذا المنتج واعملهم كلهم مع بعض كده بنعزمهم في مكان كويس شيك الشركة بتدفعوا وبيكون يوم لطيف وبنستعرض فيه اهم النقاط الخاصة بمناطق القوة ومميزات هذا المنتج وكده ونهم من ده كله بقى ان احنا ايه نسمع اراءهم ان احنا نسمع اراء الناس دي كلها ودي اللي بيسموها الايه الفوكس جروب اخر حاجة او الملاحظة ان انت تبدأ تلاحظ الناس اللي بتستخدم المنتج ده زي مسلا ان احنا ممكن نتوجد في محلات من محلات التجزئة ونعرض على الناس انهم يستخدموا المنتج ونقول لهم ايه الملاحظاتكم وده بيحصل كتير يعني كتير نبقى ماشيين في مول او حاجة ونلاقي ناس تقول لك ايه ممكن تجرب المنتج بتاعي طيب ايه ملاحظات حضرتك لما جربته هل عجبك ما عجبكش طعم وحش اه طب انت ايه رأيك نضيف حاجة تانية اه طب انت ما استخدمت وارتحت ولا ما انت مش مرتاح وهكذا يبقى تجميع الداة انا محتاج the first step علشان اكون information عن منتج ان انا اكون اقدر اجمع عليه داتا من خلال تاني surveys او استطلاعات الرأي interviews مقابلات مع الناس focus group ودي اتفقنا من جيب من كل الناس اللي ممكن ان هم يبقوا ايه في contact مع المنتج ده واخر حاجة observation بسيب الناس تجرب ويقولولي الملاحظات بتاعتهم اوكي اه اه تاني حاجة ان انا اعمل product testing ده ايه بقى involve putting the product through its actual uses to see how it perform in different scenarios اه في الجزء ده لطيف جدا ان انت عامل بقى test للproduct زي ما انت حابب في كل scenarios يعني مثلا انا عايز اجرب الفتنس tracker ده وانا نايم اوكي هنعمله test بس وانا نايم او انا على trade mill او اللي هي العجلة بتاعت الجام فممكن اجربه انا على عجلة او انا بامشي في الشارع او انا بامشي في طريق في مطباط او او مثلا تخيلوا احنا بنوصل لل testing للمنتج ده ان احنا ممكن عايزين نقيس مثلا ان هو water resistant ولا مش water resistant فنحطه في مية او ان هو بيستحمل الصدمات ولا ما بيستحملش الصدمات وهكذا اه ممكن ان احنا مثلا اه track the activity ممكن نحطه مع ناس مرضى للقلب ونشوف هل فعلا هو بيعمل tracking لان الناس المرضى للقلب ما بيعملوش اه يعني اه حركات كتيرة فهل الحركات الضئيلة او الحركات الصغيرة هو بيقدر يجمعها ولا ما بيقدرش عايز حركات كتيرة اه هل بيقدر يقيس ال heart rate لو ال heart rate منخفض قوي طب لو ال heart rate مرتفع قوي زي واحد بيرع برياضة وقلبه عمال يدق يدق وهكذا فبنعمل test للايه للproduct بتاعنا في ايه في سيناريوهات مختلفة اوكي ممكن حتى نقيس الحاجات الصعبة زي ما قلنا الwater resistance الدورابيليتي قدرته على استحمل الصدمات وهكذا هينفع نجمع data من غير ما نجمع data عن ال competition او ال competitors او المنافسين مستحيل احنا اتفعنا بقى من المزاعة ما ابتدينا الكورس ان من حاجة من الاهم اهم الحاجات اللي انا بيبقى عيني عليها في المنتج بتاعي هي competitors او المنافسين فلازم يبقى عندي competitive analysis لازم اكمبير البرودكت بتاعي للبرودكتس الاخرى اللي موجودة يعني في الاكزامبل بتاعنا في fitness tracker لازم اكمبير مع other trackers ما هو انا مش منتجي هو الوحيد اللي موجود في السوق لا فيه منتجات اخرى موجودة طيب ايه الميزات اللي في دول مش عندي او ايه الميزات اللي عندي مش عندهم هل بيقدروا ينزلوا مثلا applications عليها او بينزلوا health applications وبيستخدموها وانا ما عنديش الخاصية دي هل هو سهل في اللبس مثلا وانا المنتج بتاعي صعب في اللبس وهكذا فلازم اعرف features ماشي اللي هم بيوفروها اللي هي مش تكون available مع other products لازم يكون عندي انا الخاصة اللي هي احنا اتفقنا عليها اللي هي ايه unique selling point لازم يكون عندي حاجة unique مش متوفرة في المنتجات الاخرى المنافسة اللي موجودة فين في السوق اوكي اللي احنا سميناها ايه unique selling point تعالوا نكتبها كده تاني الايه تاني اهي سوري احنا قلنا دي من اهم الحاجات طيب اه بعدها هناخد الايه لازم يكون عندي financial analysis ماينفعش عدي كده ما يكون ما يكون عندي تحليل مالي اي شركة من العواميد الاساسية ليه الشركات هو التحليل المالي ووجود قوة مالية للشركة فالفاينال استيب مين فاكر يقول لنا ايه الفرست استيب كانت gathering data برافو لكن الفاينال استيب عندي ان انا بعمل financial analysis او تحليل مالي في الاستيب دي احنا بنقيس بقى عندك الكوست اللي بننتج بيها هذا المنتج والpotential profitability يعني الايه الربحية المحتملة من هذا المنتج يعني مثلا ممكن نبص how much revenue العائد المادي اللي جاي من الproduct او يقدر يحققه هذا المنتج ومقارنة بالمنتجات الاخرى اللي موجود في السوق وضعه ايه الانفورميشن دي مهمة ليه لان الفورميشن دي هي اساسية جدا في العمليات الاتية طبعا اول عملية هي pricing تسعير برافو تاني عملية هي production الانتاج تالت عملية marketing strategies او استراتيجيات التسويق يبقى financial analysis مهم ليه علشان المعلومات اللي طلعة منه انا باستخدمها في ثلاث حاجات تاني pricing او التسعير ما ينفعش اصعر ويكون منتج غالي اوي او ما ينفعش اصعر ويكون منتج رخص اوي لدرجة اننا اخسر او الانتاج واخر حاجة marketing strategies او استراتيجيات التسويق كده الحمد لله احنا انهاينا الجزء الاول آآ من المحاضرة اللي انهاينا بيه تماما كل الجزء الخاص بالجزء الاول من المقرر الخاص بينا لان المقرر بتاعنا جزء اين product analysis او تحليل المنتج الحمد لله رب العالمين انهايناه الان والجزء التاني هو product development او تطوير المنتجات وده ان شاء الله هنبتديه مع بعض دلوقتي يبقى ان شاء الله هنبتديه مع بعض ايه دلوقتي new product development part one احنا زي ما متعودين دايما لما بناخد مصطلح لازم ايه نكسره كده المصطلحات اصغر ونشرح كل جزء فيه فالاول new product يبقى ناخد الاول كلمة product ايه هو الproduct هو item offered for sale يبقى هو an item هو حاجة ولازم offered for sale يعني a product can be a service or an item ممكن تبقى physical وقلنا ممكن ان هو يبقى virtual وممكن cyber for زي مثلا جوجل مايكروسوفت عند خدماتها المختلفة ممكن تكون خدمة online آآ ممكن تكون حاجة ملموسة زي مشت قلم شوز آآ شانطة وهكذا كل product is made at a cost يعني بتعامل بتكلفة وهي sold at a price ويتباع بايه بسعر يبقى احنا كده عرفنا ايه الكلمة الاولى واللي هي كلمة product طيب still عايزين نعرف كلمة ايه new so let's define newness او ما معنى كلمة new ما معنى كلمة جديد في حاجتين في new يا اما new to the company حاجة جديدة بس هي already موجودة في السوق بس هي بالنسبة للشركة بتاعتي هي تعتبر جديدة او new to the marketplace او هي حاجة موجودة لكن هي اول مرة تنزل المنطقة دي او تنزل الماركت ده او تنزل هذه الصناعة او تنزل هذه البلد فيبقى في حاجتين في new يعيما new to the company يعني حاجة جديدة بس هي جديدة المنطقة للشركة او new to the marketplace او الايه المنطقة دي الخاصة بالشراء من هنا هندخل على الكاتيجوريز of new product يعني اه انواع او اه اه الاجزاء الخاصة بالمنتج الجديد قال لي فيه منتج جديد بيبقى new to the world يعني جديد للعالم كله اه او الماركت بليس يبقى لو جديد للعالم ده اللي حم نسميه invention او اختراع جديد حد اختراع حاجة جديدة او to the marketplace هو موجود بس موجود في دولة اخرى ما كانش موجود عندنا بس بدأ ينزل الدولة بتاعتنا فهو اول مرة يدخل الماركت بتاعنا او المنطقة بتاعتنا او هكذا او ممكن يكون new product line يعني خط انتاج جديد او اضافات على existing product line او اضافات على خط انتاج موجود بالفعل داخل الشركة او improvement and revision to existing products يعني تحسينات وتعديلات على منتج موجود بالفعل في السوق او ان احنا نعمل repositioning يعني هناخدها دلوقت يعني ايه repositioning بس هي باختصار ان حاجة يكون لها استخدام محدد الشركة تماما تغير وجهة نظر العميل لهذا الاستخدام وتخلق استخدامات جديدة لهذا المنتج ما كانتش اصلا فوجة نظر وهناخد example كتيرة جدا لمنتجات كتير الشركات عملت لها repositioning او اعادة هيكلة اوكي واخر حاجة cost reductions يعني ايه cost reductions يعني تقليلات للتكلفة يبقى تاني ايه هي categories of new products اللي احنا ناخدها دلوقتي في محضرتنا ياما new to the wallet او new to the marketplace number two new product line number three addition to existing product lines number four improvement and revision to existing products number six repositioning number seven cost reduction sorry هما كلهم six I'm sorry يبقى number one number two number three number four repositioning number five number six هي cost reduction او تقليل التكلفة لو حبينا نوضح كده مع بعض ده diagram كده بيلخص لنا الصورة كاملة الى حد ما بس هناخد كل item منهم او كل category منهم بالتفصيل بس مع بعض كده نبص اه هناخد او الجدية في هذا السوق هنحطي تلاحكتين هنا هتبقى لو زي ما انتم شايفين وهنا هتبقى high high اقصى اليمين اهي انا بعلم عليها اهو نفس الكلام جديتها للشركة هنعمل diagram برضو كده طولي هنا هيبقى low تحت وهي هتبقى فوق حلو نبص كده اول حاجة انا هعمل change it to augmented product مين فاكر augmented product اللي شرحناه هي الخصائص الزيادة اللي انا بحطها في المنتج زي زي الخدمات آآ زي آآ ان انا برضي العميل باشكال مختلفة ان انا بعمله مثلا سيانة بعمله ضمان بعمله وخدمات ما بعد البيع وهكذا لو انا ضفت خدمة يعني مسلا ما كانش عندي خدمة ما بعد العيد بيع ضفتها ضفت خدمة هل ده جديد للشركة لا طبعا هو بالنسبة للشركة هو نفس المنتج مفيش مشكلة خالص انا بس ضفت او عملت تغييرات عليه ممكن تكون توصل من ان هي مش جديدة على السوق حاجة عادية خالص كل الشركات بتجيب بتعمل سيانة كل الشركات بتعمل آآ خدمات ما بعد البيع فانا بالنسبة لي كمستهلك هي مش حاجة جديدة وممكن تكون حاجة جديدة خالص زي مسلا آآ سيركس دي سوليه اللي احنا شرحناه قبل كده لما قدم خدمة ان هو يديك آآ سيرك او سيرك صح بالعربي يديك سيرك بس السيرك ده آآ فيه مسلا عروض فنية محصلتش فده مسلا ما كانش متعرف عليه في السوق تمام طيب الحاجة التانية ان انا اعمل كور برودكت ريفيجن لا ده انا عملت تعديلات بس على ايه بقى مش الاوجمانت برودكت لا 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 ده الكور برودكت يعني الحاجات الاساسية بتاعي آآ اوكي الحاجات الاساسية الخاصة بالمنتج بتاعي خلاص فانا بعمل تعديلات على الحاجات الاساسية الخاصة آآ بالمنتج اوكي فده يعتبر بالنسبة للشركة لهو نيو قوي ولا متوسط لكن بالنسبة للسوق ما هوش جديد خالص انت بتعمل تعديلات على الكور برودكت بتاعك انت فانا بالنسبة لي مش فارق انا كمستهلك مش فارق ده تعديل داخلي داخل الشركة طيب انا طلعت طبعا دي حاجات جديدة جدا على الشركة ان هي تطلع لكن مش شرط خالص ان هي جديدة تبقى جديدة على السوق يعني انا مسلا ما كنتش بشتغل في الحاجات او المزيلة للعرق ودلوقتي بدأت اشتغل فيها هل كل الناس وكانتش عارفة ان في حاجة اسمها مزيلة للعرق لا طبعا عارفين وفيه منتجات اخرى بس انت كشركة هو بالنسبة لك ده جديد طيب اه الايتم الرابع هو ان انا كان عندي منتج بس المنتج ده كنت بصنع منه مثلا اه العبوة الخمسين ملي فيا جماعة لا اه ده الناس بتحتاج العبوة الكبيرة فانا هاضطر اعمل العبوة مية وخمسين ملي فانا كده عملت ايه انا عملت للمنتج لكن اللاين نفسه موجود يعني المنتج اللي هو البرفيوم مثلا او منتج ديودرنت او موزيل عرق موجود عندي في الشركة فهو مش جديد للشركة لكن اللاين اكستنشن يعتبر ايه حاجة كده وسط بالنسبة للشركة وكأيضا حاجة وسط بالنسبة للماركت لانك ممكن قوي تلاقي منتجات اخرى لشركات اخرى بتعمل ايه الاكستنشن الجديد اللي انا عملته فمش جديدة يعني او حاجة بقى completely new والcompletely new دي هي حاجة جديدة تماما للماركت فانتو لو شافين النيونس بتاعت الماركت جديرة والنيونس بتاعت الكامبني برضو هي ايه جديدة برضو هي completely new او اخر حاجة ان انا هي حاجة موجودة فهي بالنسبة للشركة اصلا قديمة والمنتج موجود وكل حاجة وزي الفل بس انا طلعت للمستهلك استخدام جديد ما كانش بيستخدم فيه هذا المنتج فهمتوني يعني مثلا انا كنت بستخدم بستخدم ايه مثلا ايه منتج عندي في البيت علشان مثلا المقصة كنت بستخدم مقصة قص بالهدوم لا ده الشركة قالتلي ده انت ممكن كمان تستخدم المقصة ده تقصي بيه البلاستيك وتخصي بيه مثلا الوراء وتقصي بيه الحاجات دي فهي طلعت حاجة ليا انا ما كنتش بالنسبة لي تعتبر حاجة جديدة انا كنت بس بستخدم المقصة عشان اقص بيه ايه الهدوم مسلا لكن ما كنتش بستخدمه عشان اقص بيه حاجة تاني فالمهم اطلعت لي استخدامات ايه جديدة فهي مش جديدة لكن جديدة للمين للمستهلك يلا بقى ناخد كل واحد فيهم فين بالتفصيل اول نوع اتكلمنا عليه في الكاتيجوريز هو نيو تو تاورلت واو ان حاجة تبقى جديدة للعالم كله طبعا غالبا بتبقى الفيرست اف اتس كايند يعني اه الاولى من نوعها وغالبا الناس دي بتبقى انوفيتورز اوي او يعني اه مبتكرين جدا جدا يعني وغالبا بتبقى انفنشنز يعني اختراعات زي مثلا ان يبقى فيه اختراع اه اول مرة يظهر وده كتير ده الاجزامبلز عليه كتير اوي احنا اخد دلوقتي اه وده طبعا كرييت انتيرلي نيو ماركت هو بالفعل اه بيخلق نيو ماركت اه مش شرط انه يكون فيه يعني ايه هو طبعا كان فيه منتجات سابقة الناس بتستخدمها بس مش شرط في الاغلب انه يبقى الناس كانت عندها علم بيه فبيبدأ الناس تتعرف على المنتج ده وتبدأ تستخدمه وده حوالي بيمثل عشرة في المية من كل الايه اللي بتطلع اه على الرغم ان يعني التطور التكنولوجي اللي حاصل في الفترات الاخيرة اتوقع ان النسبة دي هتبقى اعلى من كده لان اه يعني احنا تقريبا يوميا بيكون فيه اختراعات تكنولوجية جديدة والاختراعات التكنولوجية دي بالصراحة بتعمل اه ديسترابشن للماركت او يعني بتعمل تغيير جزري في الماركت بعد الوقت فيه مواقع ممكن تكتب مقالات بالكامل ممكن تكتب كتب كاملة فاكيد طبعا بيبقى فيه تغير فيه السوق كبير طب ناخد اكزامبل عليه زي مثلا الووكمان او السوني ووكمان او المطلع ممكن يكونوا انتم مش عارفينه وهو جهاز صغير كده اه كان بنحط فيه شريط سغنان علشان نقدر نسمع حاجات مختلفة اه زي المايكروويف مسلا برضو اول مطلع المايكروويف اوفن اه او الا cd وdvd رايتر او بلاير برضو اول مطلع كان يعتبر حاجة انجاز ما حصلتش اه حاجات كتير قوي يعني مسلا برضو اه هنا مسلا شركة برضو كانت معاملة كده مختلفة للبديه وكده والحمامات والاستخدام فبردو ممكن تكون دي حاجات مختلفة كانت اول مرة تتعرف فين في الماركت المهم من الفكرة الاساسية ان هي حاجة بتبقى جديدة وبتخلق ماركت جديد وغالبا بتبقى اختراعات ويتمثل من عشرة اتوقع ان هي في ظل التغير والتكنولوجي الجديد اللي دلوقتي في السوق اتوقع ان هي تزيد عن كده بكتير طيب تاني حاجة ان يكون عندي new product line او خط انتاج جديد ده في الاغلب هو new to the company بس ما هواش new للماركت بليس يعني هو جديد بس على الشركة لكن هو مش جديد على الماركت بليس وده بيساعد الشركة بتاعتي ان هي enter and established market for the first time يعني بيكون الماركت موجود بس هي مدخلتوش خالص فطبعا هي من اول مرة تجرب هذا الماركت واحيانا الفيرم simply want to capture a part of existing market with a me too يعني ايه الكلام ده يعني احيانا بعض الشركات يا جماعة بتعمل new product line لان هي عايزة تخترق هذا السوق يعني ليه انا مش موجود في السوق ده بنفس نظرية me too يعني انا عايز انا كمان يعني هقول لحضراتكو يعني مثلا انا شركة بتصنع البطاطس اللي هي زي الشيبس مثلا او الليز او كده فبدأت تظهر ان الناس تاكل اكل صحي فبدأوا ان هما يعملوا الشيبس هي والحاجات ده بس مش بتكون معمولة في الافران بحيس ان هي تبقى صحية اكتر فتلاقي ان الشركة رغم ان هي مكانتش بتشتغل في المنتج ده تبدأ تعمل ايه new product line لان هي عايزة كمان تبقى موجودة في السوق الصحي فيهمتوني هل السوق الصحي مش موجود لا ما السوق الصحي موجود وهل في شركات مش موجودة فيه اه طبعا في شركات موجودة فيه وفي شركات مش موجودة فليه انا كمان ما كونش موجود فيه هي دي الفكرة يبقى هي حاجة ما هيش new للشركة اه سوري هي new للشركة او جديدة للشركة لكن هي مش جديدة على السوق اوكي وده بيمثل حوالي عشرين في المية من الايه الماركت. طيب ناخد اكزامبل عليه. آآ من الاكزامبل مسلا ان شركة آآ اي بي ام عملت آآ اوفيس بيرجن من آآ البرينتر. ماشي? الليزر برينتر. آآ ودي كانت اول مرة توفر تو دا ماركت. هل معنا كده ما كانش فيه لزر برينترز قبل كده? لا كانت موجودة. بس هما كانوا عايزين يخترقوا السوق الخاص بالليزر برينترز. اوكي? آآ فده احد الاكزامبلز ليه نيو برودكت لاين. رقم تلاتة طب ما انا حابب كشركة ان انا عمل لاين اكستنشن. يعني ايه? يعني لاين نفسه موجود عندي. او الكارنت ماركت موجود عندي في الشركة. مفيش مشكلة. بس انا عايز اعمل ايه اكستنشن ليه? او تطوير ليه? او تطوير ليه? او تغيير فيه. ازاي ده? ده غالباً بيكون يعني في الاغلب هو بيكون حاجة جديدة على الماركت. بس آآ موجودة في بتاع الشركة. طيب يعني ايه برضو? يعني آآ آآ يعني ده بيمثل على فكرة من اكبر بتاعة حوالي بيمثل ستة وعشرين في المائة. يعني ايه? قال لي مثلاً مثلاً آآ شركة آآ هولت عملت اوفيس جيت. ده احد انواع البرينترز. ودي كانت نوفل تو ذا ماركت. يعني اول مرة تبقى موجودة اوفيس جيت او برينتر بالشكل ده. موجودة في المكاتب. خلاص. آآ بس هي اصلاً تعتبر هي اكستنشن للليزر جيت برينترز اللي موجودة في آآ الشركة. يعني هي تعتبر آآ منتج جديد نوفل بس في نفس الليزر برينترز اللي بتنتجها الشركة. فيش مشكلة في دي. آآ شركة آآ تلينورز لما طلعت الموبايل تيفي. هي اصلاً شركة بتنتج تيفي. عندها التلفزيونات عادي. بس عملت اكستنشن بمنتج يعتبر جديد للماركت. خلاص? آآ مثلاً آآ الوايرلس كوننكتيفتي. نيور فيرجين اوف موبايل فون ستس زي سوني ايريكسون برضو نفس الفكرة. هي عندها اكشولي الموبايل فونز بتاعتها. فيش مشكلة. بس زودت خاصية خلت الحاجة بقت مختلفة وتعتبر عن اللاين اللي موجود بالفعل في الشركة. اكزامبلز تانية زي شركة آآ الجي. عملت تلفزيون اللي هو الفلات. ما هو اصلاً هي عندها تلفزيونات. والشركة بتنتج وعندها للتلفزيونات. فهمت دي? بس هي عملت اكسترا او اكستنشن وزودته للفاميلي بتاعتها. مسلاً شركة دي تول عملت دي تول اكسترا. وزودته لدي تول فاميلي. فهمتوني? بس هل دي تول اكسترا كان معروف? هل التلفزيون الفلات ده كان معروف? لا. يعتبر جديد بالنسبة للماركت لكن هو بالنسبة للشركة بنعتبره اكستنشن اللي اللي موجود بالفعل. رقم اربعة ان انا اعمل على الاكزيستنج البرودكت العادي. فهي يعني انا مش بعمل حاجة جديدة بس انا بخلي المنتج اللي موجود عندي يشتغل احسن. او تكون فيه خاصية تخليه احسن. اه يعني احنا ما بنعتبرهاش او استبدال للمنتج اللي موجود بالفعل. ولكن بنعتبر تحسين او تغيرات على البرودكشن اللي موجود. خلاص? اه غالبا اه بناخدها من البرودكت ديفرانشيشن استراتيجي. ان احنا ايه? يعني ايه? هقول لحضراتكم. يعني مسلا يكون عندي منتج بيقوم بالخصائص الرئيسية. زي مسلا تجهز التلفزيون. انا عندي تلفزيون فيه كزا وكزا 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 وكزا. كل دي الخصائص الرئيسية اللي موجودة في التلفزيون. انا هطلع بقى منتج جديد هزوده حتة صغنرة بس على المنتج القديم. فانا عملت امبروفمنت. بالتالي ادالي مساحة ان انا هخلي المنتج ده يتباع اغلى مثلا. او يتباع للناس معينة عايزين الخاصية دي. خلاص? هو غالبا بيبقى امبروف دي برفورمانس او آآ جريتر برسيف دي فاهميني? يعني مسلا آآ انا كان عندي تلفزيون عادي بس بس لما تبقى الزراير آآ واضحة جنب شاشة التلفزيون وشكلها منفر. انا هخلي الزراير في الجنب وخلي الزراير كده سموس وشكلها حلو. بصوا هي اضافة بسيطة بس ممكن حد يلاقي ان المنتج ده احسن فندفع فيه فلوس اكتر فنشتري المنتج ده. وصلت? يبقى هي امبروفمنت وتعديلات على منتج اكشولي موجود بالفعل. مفيش اي حاجة زيان. هقول لحضراتكم حاجة. زي مسلا ما يكون عندي التكييفات اغلبها بتبقى بيضة. المكيف. بيبقى اغلبه البادي بتاعه ابيض. ففي ناس بتعمل العفش بتاعها آآ على الوان غمقة. فانا هعمل لهم تكييف البادي بتاعه اسود. هو مش تغيير كبير. هو هو نفس التكييف وبيقوم بنفس الوظيفة او نفس المكيف وبيقوم بنفس الوظيفة. بس التغيير الطفيف ده ممكن يساعدني ان انا زود في سعره وناس تانية تدفع فيه فلوس اكتر. انا بقى للريبوزيشنينج. ودي قلناها قبل كده. ايه الريبوزيشنينج تاني? الريبوزيشنينج ان انا اعمل ايه? اعمل اكزيستنج برودكت هو برودكت عندي موجود. بس بعمل له على اه او استخدام اخر. وده بيمثل حوالي سبعة في المية من المنتجات الجديدة. زي ايه? طبعا ده في الادوية كتير جدا جدا. زي الاسبرين. الاسبرين او البندول مسلا هم معروفين ان هما مسكنات للألم. اسفة. فدلوقتي الاسبرين بقى بيستخدم لحاجات تانية خالص غير ده. زي ان هو بيستخدم ان هو بيزود سيولة الدم وبيمنع تكون الجلطات. وبيساعد الناس اللي عندهم مشاكل في القلب. كل دي استخدامات جديدة طلعت للأسبرين علشان الناس تبدأ تشتري الأسبرين بس الغرض اخر. كذلك البندول بنلاقي فيه بندول كولدا اندفلو بنلاقي فيه. طبعا في الادوية الموضوع ده او الريبوزيشنينج ده كتير جدا جدا جدا. برضو فيه شركات تانية زي مثلا ارم عند هامر باكينج سودة اللي هي السودة اللي بتنستخدمها في الخبز. السودة اللي بنستخدمها في الخبز احنا كنا بنستخدمها لعمل الكيكة وعمل الحاجات اللي احنا بنستخدمها في البيت والعيش وخلافه. لكن دلوقتي بقوا بيستخدموها كديودرنت يعني مزيل للعقرة. ويبتستخدم كمان فيه ريفريجريتور ديودرنت ان احنا نحطها في التلاجة عشان تمنع رواحة التلاجة غير مستحبة. آآ ممكن نحطها في السجاد عشان تدي او تدي احساس من اللي انت عاش. وهكذا. فكلها استخدامات كتير للبيكينج سودة العادية خالص اللي احنا عارفنا. طب ليه الشركة بتلجأ للحاجات دي? اولا بتزود المبيعات. ثانيا انها تروح لماركت سجمينت جديدة. ما كانوش بيستخدموا مثلا البيكينج سودة او الاسبرين وهكذا. احنا روحنا ليه نومبر سيكس اللي هي الكوست ريداكشنز او تقليل النفقات. فهنا بتبقى او منتجات موديفايت تو بروفايت سيميلر بيرفورمانس بطئات اللور كوست. دي عكس ايه تحسوا شوية ايه? ان انا عمل موديفكيشن على البرودكت علشان ايه? اخليه احسن واغلى. لأ هنا بقى هي نفس المنتج بنفس الخواص او يعني ممكن نقول ايه بخواص اقل حاجة بسيطة. اه بس انا بوفره بلور كوست. اه هو يعتبر اقل حاجة نيو لانه هو مش نيو ولا حاجة. اه وي من الديزاين والبرودكشن فيو بوينت وهكذا. ويمثل حوالي احتاشر في المية من وده يا جماعة الامثلة بتاعته كتيرة جدا جدا جدا. فمسلا تلاقي انواع من الزبادي تلاقيها تنزل بكمية صغيرة مية وعشرة جرام مسلا. رغم من الكميات الكبيرة موجودة. اه تلاقي مسلا انا بعمل الالبان في باكت صغيرة عشان تبقى مناسبة للاطفال في المدرسة. او اه ان انا مسلا كنت شركة برسيل اللي هي بروكتن انت جامبل. اه بتعمل منتج اسمه برسيل. تقوم عاملة منتج مسيل وتخليه طايد مسلا. ويكون اقل شوية فين التكلفة بين ايه عن البرسيل. وهكذا. يبقى الشركة احيانا بتتخذ هذا الكاتيجوري اللي هو الكوست ريداكشن عشان تدخل لشريحة تانية من العملاء هي مش قادرة تستخدم المنتج ده او غالي عليها. فانا بقدم لها اه يعني استخدام قريب لهذا الاستخدام ولكن اقل في الكوست. وده ايه مسلا? زي مسلا شركة ال جي عملت انرجي سيفنج آآ سبليت يونت. عملت سبليت يونت اللي هي آآ تكييف. بس عملته انرجي سيفنج ونزلته بحاجة كوست ريداكشن. برضو نفس الحكاية في شركة عملت الطايجر بيسكتز او البسكوت اللي على شكل طايجر. والباكيج اوف باكينج سودا. انا ممكن اعمل باكينج سودا خمسمائة جرام. وممكن اعمل ميت جرام. ممكن اعمل ساشة صغنانة خالص فيها خمسة جرام. فهمين قصدي? ليه? عشان اللي عايز يستخدم الخمسة جرام يلاقي المنتج ويقدر يشتري. وده اللي احنا بنسمي ايه? بعد ما اخدنا كل آآ عايزين نقول حاجة. هل كل الشركات لازم تنفس كل بتاعة نيو بروديكس? ولا ما تنفزهاش خالص? ايه الصح? الصح ان موس يوفيومز فيتشر ا ميكسد بورتفوليو اف نيو بروديكس. يعني كل شركة بتحط لنفسها البرتفوليو اللي هي عايزة تمشي لنيو بروديكت. بمعنى. هل هي في الفترة دي مناسب لها فتعمله. هل هي في الفترة دي مناسب لها فتعمله. هل هي مناسب لها انها تعمل شوية كده وشوية كده برضو بتعمله. يعني مفيش حاجة اسمها فتس اول. يعني او ده مناسب لكل الشركات. لأ. هي الشركة بعد ما بتعمل البرودكت انالسز اللي اتفقنا عليه او تحليل المنتج. بتبقى عندها القدرة ان هي تعمل بقى البرتفوليو الخاص بيها. في ان هي ازاي تغير وتطلع نيو بروديكس بتاعها. المست بوبيلر كاتيجوريز او اكتر الحاجات الاكتر استخداما او الاكتر شائعة اكتر في الاستخدام. هي اما بتعمل اضافات على بتاعها او بروديكت امبروفمنت اندريفاجن. يعني بتعمل تحسينات وتعديلات على المنتج. في حاجة بقى اسمها ستيب اوت بروديكس يعني او يعني ستيب اوت بروديكس يعني الحاجات اللي هي بتبقى انوفيتف قوي ومبتكرة قوي وبتبقى جديدة خالص يعني اللي هي جديدة للعالم كله او حتى جديدة لخط انتاج الشرك يعني يعني مسلا شركة بتشتغل في معجون الاسنان. ما قداش اقول لها تعني صنعها ادوية مسلا. يعني دي بالنسبة لها حاجة جديدة قوي قوي مش هتعرف تدخل فيها يعني. ده بيمثل حوالي تلاتين في المية من المنتجات اللي بتنتجها الشركة. يعني الحاجات اللي بتبقى فيري اينوفيتف قوي او مبتكرة قوي بيمثل حوالي تلاتين في المية. منهم حوالي ستين في المية بس اللي بينجحوا. اوكي? لكن مش شرط ان الشركة تدخل في مجال جديد خالص انها تنجح. اوكي? خمسين في المية من الشركات ما بتعملش new to the world product at. اصلا. يعني ما بتعملش حاجة اللي بتبقى very innovative وتدخل في مجال ما هواش ايه اه مجالها او حاجة تكون جديدة جدا على العالم. حوالي خمسة وعشرين في المية ممكن ما يعملوش new product line. ما يعملوش اصلا منتجات جديدة لو هم مستقرين في المنتجات بتاعتهم. غالبا او الصناعات اللي بيبقى فيها تكنولوجيا عالية قوي. هي اللي بتعمل innovative products او المنتجات الغاية في الابداع واللي في الاغلب بتكون ايه جديدة للعالم. زي ما انتو شايفين طبعا شركات زي جوجل وابل ومايكروسوفت والحاجات كلها الجديدة والشات جي بي تي اللي طالع يعني حاجات كتيرة ومختلفة. الموسط innovative product غالبا بتطلع من الايه? ال high tech industries. وده بياخدنا بقى على ايه? بياخدنا ان احنا بعد ما خلاص تعرفنا اه على product analysis وخلصناه او تحليل المنتج. احنا بندرس موضوع جديد اللي هو new product development. في الفترة اللي فاتت او في الجزء اللي فات من المخاضرة كنا بنتكلم على new product. كلمة new product او مصطلح new product او المنتج الجديد. الجديد ده جديد من ناحية ايه? وجديد ازاي? وجديد للشركة ازاي? وهكزا. هندخل بقى في استراتيجية المنتج. يبقى التوبك اللي احنا ندرسه دلوقتي هو استراتيجية المنتجات او product strategy. زي ما احنا متعودين دايما انا ما ناخد مصطلح جديد لازم ناخد تعريفه على طول. فالproduct strategy definition او تعريف آآ استراتيجية المنتج هو detailed plan او آآ خطة تفصيلية اللي بتعتمد على اهداف الشركة والخطط ان انا عشان اوصل دي الاهداف دي. البلان دي او الخطة بتشتغل ازا ما بخريطة بالنسبة لي علشان اطور هذا المنتج واطور من خصائص المنتج. ومدام هي detailed او very detailed او مفسرة او بكل الايتم. فالاعمال او البزنسز بتستخدمها as a reference point. to make a fundamental decisions. يبقى الخلاصة. الاستراتيجي اللي احنا بنحطها للمنتج هي خطة تفصيلية للمنتج ده. بيضم بقى من اهداف الشركة والخطوات اللي انا عايزة اعملها عشان اوصل للاهداف دي. طيب. ففي الطبيعي ان يكون عنده وصف تفصيلي للمنتج والايه والخصائص بتاعته. فانا في اي وقت من الشركة لازم بستخدمها as a reference point ليا او مرجع ليا. عشان اعرف انا باخد قرارات صحيحة ولا لأ او محتاجة اغير القرارات اللي انا باخدها. يبقى يبقى هي بتساعدني ان انا ايه ان كل حاجة بتتعمل صح وفي الوقت المناسب بتاعها. يبقى correctly and on time. يعني صح وفي الوقت المناسب بتاعها. strategy هي وسيلة عشان تجاوب لي على الاسئلة دي. which user persona does this product serve? يعني مين من المستهلكين البرودكت ده بيخدمه او بيساعده او بيقضي على المشاكل بتاعته? how will they benefit? ازاي بيستفيدوا من هذا المنتج? او الخدمة? احنا اتفقنا ممكن ما يكونش منتج بس. ممكن تكون منتج او خدمة. what are the company objectives throughout the product life cycle? ايه اهداف الشركة? خلال life cycle بتاعت المنتج بتاعي او قصة حياة الايه المنتج. product strategy كمان بتعمل outline على ازاي البرودكت بيساعد البزنس بتاعي انه يكبر? بيساعدني على او ان انا البزنس بتاعي يكبر. كمان بتشرح مشاكل المستخدمين. وازاي البرودكت بتاعي بيساعدها بيساعدهم وبيحل لهم مشاكل لهم. وكمان بيقدر يحقق اليواليتي او الولاء الخاص بالمنتج للشركة. اول ما البرودكت بتاعتي تبقى خلاص كيلير وواضحة وكل العاملين عارفينها. يبقى انا خلاص انا فاهم المنتج دوت هيحقق ايه للناس? وازاي اقدر اطوره خلال الفترات اللي جاية? فهي بتساعدني ان انا افهم نجاح المنتج قبل ما بعمله واثناء ما انا شغال عليه لاني طول الوقت بعمل تستينج للمنتج في السوق وكمان بعد التطوير اللي انا عملته. يبقى قبل واثناء الاختبارات بتاعته وكمان بعد التطوير اللي احنا عملته. مش بس كده ده كمان بتعمل ايه? بتعمل يعني ايه? يعني ما ينفعش بتاع التسويق شغال كده بدماغه. وما ينفعش بتاع او بتاع الادارة الداخلية شغال كده بدماغه. ما ينفعش المسك المخازن شغال كده. لا ما ينفعش. فكلهم بيبقوا ايه مع بعض. انا عارف ان انا بعمل خطة تسويقية كزا. فطالما انا بعمل خطة تسويقية انا احتاج انتاج لعدد خمستاشر مثلا اه من هذا المنتج. عدد طن من هذا المنتج وهكذا. وبالتالي بتعمل كمان بلد للكاستمر كونيكشنز وانس ان البرودكت استراتيجي بتاعتك خلاص بقت واضحة. وكل العاملين في هذا المنتج او في هذا خط الانتاج بقوا عارفانا. يبقى انا كمان ربطت اعضاء الفريق ببعض. وكمان بلد الكاستمر كونيكشنز. يعني مين? مين اللي ماسك انه هو يوصل الحاجات دي للعميل? او ازاي بيحصل كونيكشنز او اتصالات او تواصل مع العميل ده? وازاي بيوصلوا المنتج لغاية البيت? وازاي بقدر احقق الفلوس بتاعتي? او بتدخل الفلوسها ازاي? هل هو بيدفع لي كاش? هل هو بيدفع عن طريق شركة دفع مثلا? وهكذا. عشان نجمع كل النقاط اللي احنا ذكرناها سابقا في البرودكت مانجمنت استراتيجي. وفي تعريف البرودكت استراتيجي او استراتيجية المنتج. هي تلات حاجات ما عايزونا بيتدخلوا مع بعض. اول حاجة او اهداف الشركة. تاني حاجة الماركتنج جنيدز احتياجات العملة. والفيتشيرز والانوفيشنز بقا والتكنولوجيا. والحاجات اللي احنا الخصائص والابتكارات. والحاجات الخاصة بالمنتج. يبقى انا عندي هنا برودكت. اوكي? دي الحاجات الخاصة بالبرودكت. وهنا الشركة. وايه تالت حاجة? مين? المستهلك. او اليوزر. او الماركت او الكاستمر. واتفر. اللي انتو حابين تقولوه. يبقى تلات حاجات بيتدخلوا مع بعض. المنتج. المستخدمين. والشركة. عشان يطلعوا لي ايه تلاتة? برودكت استراتيجي. عشان يطلعوا ايه? البرودكت استراتيجي. تاني اهداف الشركة. الماركتينج نيدز والفيتشيرز والانوفيشن اللي انا عايز احطها في المنتج. يبقى البرودكت مع الكمبني مع اليوزر نيدز او الكاستمر نيدز او الماركتينج نيدز. ايه العوامل اللي بتبين عندي ان انا عندي افكتف برودكت استراتيجي او استراتيجية فعالة لبناء المنتج. number one ان يكون عندي strong sense of purpose. يعني ايه? يعني احساس قوي بالغرض اللي تم عمل هذا المنتج ليه. يعني لو انا ببني منتج جديد ما عنديش بس انا عندي just for the sake of it. لو انا بعمل بس انا ما عنديش اصلا استراتيجية لبناء هذا المنتج. يعني لو انا بفكر في المنتج بس انا لا عارف ايه ايه احتياجات الماركت ليه. ولا انا عارف هي الشركة بتاعتي تقدر بتعمل دوات ولا متعملش. وهل ده من الابجكتفز والجولز بتاعتها? الاهداف بتاعتها ولا لأ? ولا انا اصلا عارف ايه الفيتشرز اللي انا عايزها بس انا عايزة ابني منتج. مفيش حاجة اسمها كده. ده كده يبقى ويست ايه? افورد. يعني مجود ضائع. زي مثلا الهيومان اه نيد اه سنس اوف بيربس تو سيرفايف. يعني ايه? يعني احنا طول الوقت عايشين واحنا عارفين كويس او احنا عايشين عشان نسعى في الارض. فكذلك نفس الحكاية انا لازم يكون نعتبره كده زي كان حي ولازم يبقى فيه غرض ليه? ان هو عايش ليه? اكيد علشان يساعد المستهلكين بس بطريقة ما. يقضي على بين عندهم يساعدهم في قضاء اه حاجة معينة هم عايزينها. يبقى ايه هو السبب? خلاص? ممكن لحل المشكلة? او ان هو يخدم او يكون بوظيفة وهكذا. يبقى دي the first step اللي بتبين لي ايه الغرض من بناء هذا المنتج. تاني حاجة ازاي يقدر افهم احتياجات العملة? وهاو دي تشينج يا جماعة العملة ما هماش حاجة سبتة. هم النهاردة بيستخدموا المنتج ده فهم مبسوطين معي والدنيا تمام. لا احتياجاتهم all the time بتتغير. they make all the products for customers. احنا مش بنبني البرودكت او المنتجات عشان نفسنا او عشان الشركة. احنا بنبني المنتجات عشان في الاخر توصل لمستهلكين. توصل لمستخدمين هيستخدموها. فبالتالي ال end users دول مهمين بالنسبة لنا. هم اللي بيخلوا الشركة بتاعتي والمنتج بتاعي ناجح. فبالتالي افضل شيء ان انا لازم ابني المنتج بتاعي based على ال customer. بيزد على الناس دي احتياجاتهم ايه? اتغيرت احتياجاتهم? هل هم مبسوطين? هل قدرتهم على الشراء? still satisfying the needs بتاعتهم? in such case the product strategy لازم تعمل ايه? توصل ال customer اللي بيقولوه مع الاحتياج اللي هم بيحتاجوه. فهمتوني? يعني ممكن انا اقول حاجات بس الاحتياج من جوايا اكتر من كده. فطول ما انت بتفهم ال customer بتاعك كويس. لازم على طول هتلبيه احتياجاته حتى من قبل ما هو يقولها. خلاص? ولازم نفتكر على طول ان المشتري بتاعي او المستهلك بتاعي هو طول الوقت ممكن يتغير. ممكن واحد كان بيشتري منتجات الشركة بكرة ما عادش بيشتريها او بيشتري منتجات شركة اخرى. فبالتالي او مهم ان احنا لازم نعمل all the time نعمل updating للستراتيجية بتاعتي. سواء استراتيجية تسويق استراتيجية تسعير وايه استراتيجية تواجد اه ان انا نعمل cost reduction whatever انا بعمل ايه? بس لازم على طول انا بعمل updating ال product strategy هو why? لان ال customer نيد عندي على طول dynamic متغيرة. اوكي? والغرض الاساسي بتاعي ان انا ايه? نعمل satisfaction او ارضاء لمين? لهؤلاء المستهلكين. النقطة التالتة understand how you add value. يعني لازم نكون نقول the time احنا فاهمين احنا بنadd value ازاي? او بنضيف قيمة ازاي? ودي من الحاجات اللي اكيد اكيد احنا عشان كده بنبني دائما منتجات بتكون مستدامة. يعني ايه منتجات مستدامة? يعني انا طول الوقت عارف ان انا بعمل منتجات بس في نفس الوقت لازم احافظ على المجتمع. الكميونيتي. لازم في نفس الوقت احافظ على الانفايرومنت اللي هي البيئة. لازم في نفس الوقت ما ادرش حد احافظ على الاكونومي. احافظ على الاقتصاد وهكذا. يبقى لازم انا المنتج بتاعي بي add value في منطقة ما او بيوضيف في منطقة ما. لان البرودكتس والمستخدمين هم مرتبطين مع بعض. ما هماش بيتفكوه. وفي نفس الوقت هم موجودين في في ماركت او في سوق طول الوقت بتغير. فالنهاردة احتياجات المستهلك بتاعي كانت كذا. بكرة ممكن احتياجاته تتغير. بكرة ممكن قدرته على الشراء تتغير. يبقى انا لازم اغير سريعا البرودكت بتاعي على طول. ولازم اخلق في زهن المستهلك بتاعي ان انا عندي value. ان انا عندي غرض انا انشئتي عشانه. زي ما احنا بنقول كده بيسموها هوية المنتج. المنتج بتاعي ده لا بيضيف لك حاجة. خلاص? فبالتالي لازم اكيب على طول وعلشان اللي حوالي او الماركت اللي حوالي دائم التغير. رقم اربعة. لازم انا نكون مستعد للتغيير ده بصفة دايمة. احنا طبعا ما نقدرش ان احنا او ان احنا نتخيل المستقبل. بس احنا بنحاول نستطلع الاحداث اللي حوالينا. علشان نقدر ان احنا نعدل على طول في الاستراتيجية بتاعتنا. ونبقاش ايه اوبسليت او ان احنا نبقى قدام مقدراناش نجاري التغير الايه اللي بيحصل. يعني مثلا من التغيرات اللي كانت مش كل تغير بيحصل بيبقى تأثيره سلبي. يعني التغيرات اللي حصلت كانت ازمة كورونا. ازمة كورونا في بعض الشركات خدتها ازئا ايه? خدتها فورصة. عشان يكبروا البزنس بتاعهم. بعض الشركات كانت اه مثلا بتشتغل في التوصيل. بدأوا يوصلوا الطلبات للناس في البيوت. رغم ان هما كانوا بيوصلوا الناس فعليا للشغل. فلما حصلت ازمة كورونا لأ خلاص خليك في البيت وانا هجيب لك كل طلباتك لغاية عندك. فبدأوا يدخلوا خدمات جديدة ما كانوش بيعملوها. وبدأوا يكبروا البزنس بتاعته. فمش كل تغيير بيحصل في السوق ممكن يكون تأثيره سلبي على شركتك. ومن زكاء رائد الاعمال ان هو يغير التغيير السلبي وياخد منه فرصة ويغيره لتغيير ايجابي يطلع به بالشركة القدام. فبالتالي احنا على طول بن ايه? بن recommend ان يكون عندي agile business model. how to change agile يعني ايه? احنا قلناها قبل كده. ان يكون عندي agility. المرونة ان انا اتغير على حسب التغيرات الرجد اللي بتحصلوا بتكون في الاغلب خارج نطاق اللي انا اقدر اتحكم فيه. اوكي? ما هو مش مهم يكون عندي بس سنيا ان انا اتغير لكن الاحسن كمان يكون عندي action for change. يكون عندي قدرة على التغيير. يعني ان انا اكون مستعد بس ان انا اتغير ده مش كافي. لكن يازم يكون عندي action plan. وده اللي احنا دايما لما اخدنا مع بعض ازاي بندرس الرسك او ان احنا بندرس المخاطر. فطول ما انا بدرس المخاطر اقدر احط action plan دي بتساعدني ان انا اتخطى اي ازمة تخبط البيزنس بتاعي او تأثر على البيزنس بتاعي. ناخد example على ده. delivery companies زي امازون. مثلا عملت safety measure زي مثلا no contact delivery وهم بيوصلوا لك الترابط during ايه? الكورونا بنادمك. الفكرة بقى ان امازون نتيجة للخطوة البسيطة جدا اللي هي اخدتها فعملت brand loyalty زودت الناس بقوا حابين امازون اكتر لان هي حست بيهم او هي عملت لهم الحاجة هم ما قالوش انهم عايزين الخدمة دي بس هي عملت لهم الحاجة اللي ايه اللي خلتهم satisfied اكتر. فده علة من البزنس بتاع امازون. اخر حاجة واهم حاجة ان انت لازم اقول ده time to measure and evaluate. امان ايه? measure and evaluate. امان ده ايه? تقيس وتايه? وتأسس وتقيم الوضع اللي انت فيه. لما تقيس كل product strategy ان انت بنطبقها ده يعني بنعتبره مهم جدا. ليه? عشان اقدر اشوف ال progress بتاعي التطور اللي حاصل في ال product strategy ده. ايجابي ولا سلبي? لا سلبي الحق وغير. ايجابي ازود. ففي حاجة مهمة جدا بننطلسها في البزنس اسمها ال key performance indicator او آآ آآ اللي هي آآ آآ مؤشرات الاداء. مؤشرات الاداء رئيسية. key performance indicator. دي بتعمل highlight للبروجلس بتاعي للتطور. وبتنبهني لو حصل اي آآ مشاكل او danger ممكن يؤثر على البزنس بتاعي. خلاص? بنستخدم ال ALM software. ده احد السوفتويرز اللي بيساعدنا على المونيترينج والإفاليواشن الخاص بالشركة. علشان يساعدني في تقجيم البرودكت برفورمنس بتاعي اكوردنج للكي بي ايز بتاعتي او الكي برفورمنس ايه انديكيتورز. احنا كده خلصنا الحمد لله المحاضرة الرابعة واللي اتكلمنا فيها عن ايه? اتكلمنا عن نهاية البرودكت اناليسز وتكلمنا فيها آآ عايزين نلخص المخاضرة بكلمتين ان البرودكت اناليسز هي فيتال تول او آآ تول مهمة جدا علشان لاي بروودكت مانجر اي حد فينا هيشتغل اذا بروودكت مانجر مهم جدا ان هو يكون عارف البرودكت اناليسز والبرودكت اناليسز ريبورت ليه? علشان ده بيساعدنا ان احنا آآ نكمبير البرودكت بتاعنا مع بروودكت تانية موجودة في السوق. كمان بيعرفني الاريز اللي البرودكت بتاعتي ممكن احسنه فيها وان انا استخدم different methods علشان احصل على بيكتشر تفصيلية للبرودكت وتأثيره وكل حاجة تخص هذا المنتج. طورة بابا المخاضرة بتاعتنا النهارده احنا اخدنا فيها ايه? خدنا ازاي نكتب بروودكت اناليسز ريبورت? خلصنا فيها حقيقة بروودكت اناليسز بارت تو. وخدنا كمان نيو بروودكت ديفولوبمنت بارت وان. في البرودكت اناليسز خدنا how to write a بروودكت اناليسز ريبورت? وخدنا بروودكت اناليسز اكزامبل طبقناه. وانطبقه تاني في المحاضرة النقاشية ان شاء الله. وكمان خدنا نيو بروودكت ديفولوبمنت. خدنا نيو بروودكت يعني ايه بروودكت ويعني ايه كلمة نيو? ويه الكاتيجوريز اللي بتستخدمها الشركات المختلفة لبناء نيو بروودكت. وبعدين خدنا تعريف الاستراتيجي او البرودكت استراتيجي. وهي الكي انديكيتورز عشان نعمل افكتف بروودكت استراتيجي. اه شكرا جدا ليكم. واتمنى تكونوا استمتعتوا ان شاء الله بمحاضرة اه النهارده. اه شكرا. ونتقابل ان شاء الله في المحاضرة النقاشية الخاصة بمقرر البرودكت اناليسيز ان ديفولوبمنت تحليل المنتج وتطويره. خالص الشكر ما كانت معكم اه دكتور ايا محمد. سانكيو.